يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجمع في سفر النزهة يُعدُّ مُباحًا علمًا أن مكان الإقامة ليس واحدًا فيكثرُ التنقُّل والماء أيضًا لا يتوفرُ كثيرًا لا بس إذا صار السفر مُباح يبلغ ثمانين كيلو ولو كان للنزهة لأنه سفر وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ولم يقول سافرتم لكذا أو كذا بل أطلق الشهر نعم